في ظل وجود مخاوف تسيطر على بعض العلماء والمتخصصين حول العالم من إمكانية وجود مخاطر صحية على الإنسان إذا ما تناول المحاصيل المعدلة وراثياً تتجه الدراسات البريطانية نحو كون الأطعمة المصنوعة من تلك المحاصيل ربما تكون آمنة كتلك المصنوعة من المحاصيل التقليدية وانطلاقاً من دراسات كتلك تسعى الحكومة البريطانية لزيادة الأبحاث الميدانية الخاصة بتلك المحاصيل وهي خطوة يرى وزير البيئة البريطاني أنه من شأنها أن توفر فرصاً كبيرة لتحسين صحة الإنسان موقف الحكومة البريطانية تعزز بتقرير لمجلس العلوم والتكنولوجيا في البلاد يرى ضرورة في تقييم الأطعمة المصنوعة من المحاصيل المعدلة وراثياً بشكل فردي مثلها مثل المستحضرات الطبية ووضع ما وصفه بالفوائد المحتملة على صحة الإنسان من كل من تلك الأطعمة في الاعتبار غير أن العلماء البريطانيين بحسب تقرير المجلس مقيدون بضوابط عدة يضعها الاتحاد الأوروبي بشأن المحاصيل المعدلة وراثياً فالاتحاد يرى أن تلك المحاصيل أكثر خطورة على صحة الإنسان من المحاصيل الأخرى ونتيجة للموقف الأوروبي يسمح فقط بتداول صنفين من الأطعمة المصنوعة من تلك المحاصيل بشكل تجاري داخل أوروبا وهو أمر يراه العلماء البريطانيون غير منطقي ويستند العلماء في ذلك الموقف إلى ما يقولون أن 12% من الأراضي الصالحة للزراعة حول العالم يمكن استخدامها لزراعة المحاصيل المعدلة وراثياً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر